سجن جلبوع حتماً سترافق هذه الكلمة جملة أخرى كأسرى نفق الحرية أو الأبطال الستة حتى أنك لن تسمع بهذا السجن دون الوقوف على حكاية من استطاع أن يحقق ولو لأيام معنى الحرية والاستقلال وهزيمة الاحتلال وعقب انتشار هذه المشاهد سرعان ما عاود هاشتاج نفق الحرية ليتصدر منصات التواصل الاجتماعي من جديد لكن هذه المرة بصورة مغايرة لما كانت عليه أول مرة بمنشورات مليئة بالحزن والأسى على ما آل إليه آخر بطلين من الستة الذين حرروا أنفسهم من سجن جلبوعي شديد الحراسة الشارع الفلسطيني أكد أن اعتقال الأسيرين لن يغطي على حجم الانتصار الذي وضع سلطات الاحتلال في حجمه الطبيعي ألعوبة يسخر منها الجميع وكان دليلا دامغا على هشاشة وضعف منظومته الأمنية وعدم صمودها أمام إرادة المقاتل الفلسطيني الأبطال الستة وبما يملكونه من أدوات بسيطة لم ينتصروا على منظومة الاحتلال الأمنية فقط بل نجحوا أيضا في إعادة ملف الأسرة إلى المقدمة محليا ودوليا وسط عمليات البطش والقمع وإجراءات التجديد الانتقامية التي تقوم بها مصلحة السجون في دولة الاحتلال بحق الأسرة في مخالفة واضحة للقوانين الدولية التي اشتدت بعد نجاح عملية نفق الحرية التي أثبتت أن الحقوق تنتزع انتزاعا ولا تستجد